بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أخذة من لساني أفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أريد أتكلم عن التهم التي تلقى اتجاه الناس اللي يتقدم احتراض أو انتقاد لرموز من الحكم والسلطة احنا غطينا تهمة اخوانجي وتهمة داعشي في المقاطع السابقة وأكو تهمتين وحدة جيوية الثانية عميل ومرتزق تهمة عميل في كثير من الأحيان يعني أنا اعتبرها تهمة غبية كلش لأنه شنو هو تعريف العميل العميل هو الشخص اللي يملك مكانه معينة في دولة أو في منظمة معينة أنه يكون صاحب قرار ويغير القرار لصالح جهة أخرى فيعتبر عميل لتلك الجهة فلما شخص مثلا على سبيل المثال لما شخص عماراتي يقول علي أنا عميل لأنه أنا انتقدت التطبيع يا بأ عميل المن أنا أملك أي صفة حتى أنا أكون عميل عميل المن يعني يعني فد فد تهمة غبية للغاية وعندك التهمة الأخرى اللي هي مرتزق زين هو المرتزق تعريف المرتزق هو الشخص اللي يتقاضى مال أو فائدة معينة من أجل قول أو فعل شيء مخالف لمبادئه الأصلية والمرتزقة طبعا عادة اللي يتهمون الناس بالارتزاق هما أنفسهم مرتزقة نقدر نقدر نسمي كثير منهم الإعلامين المرتزقة ما شاء الله عليهم كثيرين وعندك الصنف الثاني من البشر اللي يطلق على العالم كلمة مرتزق هما اللي هما يتمنون الرزق يعني شواحي ذا الشرهات ما عدا هذول الثنين أكو الثالث اللي هو حديث النعمة اللي يعتبر كل تصرف الإنسان يتصرفه هو تصرف من أجل المادة هو هذا طبعا صفات حديث النعمة إنه مبهور بالمال فيعتقد إنه كل شيء ينحل بالمال ودوافع كل الناس هي المال وحداثة النعمة هي مو أمر شخصي أمر اجتماعي أكون مجتمعات بكاملها حديثة النعمة حتى وإن توارث النعمة من جيل أو جيليان المجتمع يبقى حديث نعمة يعني عقلية فقر رغم إنه عندهم مال فحديث النعمة دائما يتصور إنه كل كل دوافع البشرية مال وكل مشكلة تنحل بالمال ما يفكر إنه أكو شيء اسمه مبدأ وأكو شيء اسمه قيم أكو دين أكو رأي لا هو بالنسبة إله كل شيء ينحل بالمال إنه تقدر تغير آراء الناس بالمال تغير ديانات الناس بالمال تقدر تغير ولااءات الناس بالمال هذولا غالبا لما يشوفون واحد عنده رأي مخالف الرأيهم رأسا يتصورون إنه السبب هو المال فيقولون أنت مرتزق بالنسبة الحديثي النعمة هذه هذه مشكلة كلش صعبة تنحل تنحل طبعا بالإسلام لأنه الإسلام يؤدي إلى العفة ويؤدي إلى الزهد وإذا الإنسان عنده أثو عنده زهد عقليته ما تكون مادية وحن نشوف العكس هذا اللي هم الناس اللي يعني عندهم تاريخ في بعض الأحيان تلقى مثلا هنا بأوروبا بإنقلترا تلقى ناس عندهم ألقاب لورد ولا سير لكن هو مفلس ما عنده شي بطرق البيت وطرق البيت والتحاف سيولا ما عنده لكن ما يغير رأيه ما ينبهر بفلوس لأن الفلوس ما تبهره رغم أنه هو فقير لكن عنده عقلية مقتنعة تربية مقتنعة فحداثة النعمة مشكلة ما تنحل إلا بالزمن أو بالإسلام فأني يعني أنادي الغباب والمطبلين إنه اختاروا سبتكم بشكل صحيح لأنه تتكلمون شغلات بايخة يعني شغلات ما تقنع أحد يعني شوية شوية صير عندكم شوية تفنن بالتطبيل لأنه لأنه أنتو يا مطبلين ربما الكثير منكم هيتشي مطبل بالغريزة يعني هو بالغريزة عبد ولكن أكو شم واحد شواحية شرهات وأعرفوا إنه اختاروا السبب بشكل صحيح عقل شي يعني شوية نقاشكم يصير بي شوية شوية متعة إنه واحد مني ناقشكم ولا هسو حشي شي ناقش شي ناقش بشر يقول لي عميل وأني ما لي علاقة وشون ناقش بشر يقول لي مرتزق وأني ما لي ارتباطه بعي جهة وماهم شو تناقشي شي بشر فنصيحتي لكل مطبل محترف إنه يزم قاموس وقبل ما يسب السب تشوف شنو تعرفها بالقاموس أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولساء المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة